الرئيس السيسي يوجه باستمرار جهود مشروعات الطرق والمحاور في أنحاء الجمهورية الولايات المتحدة تسجل 1514 وفا جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة ارتفاع حالة الإصابة الجديدة بكورونا في الصين لأعلى مستوى منذ نحو 6 أسابيع السابع صباحا في القاهرة الخامسة بتوقيتي جرينيتش نشرة اغبارية جديدة تأتيكم من القاهرة أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار جهود مشروعات الطرق والمحاور في أنحاء الجمهورية كذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزير النقل وعدد من المسؤولين اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء مجدي أنوار رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية أسفير باستمراري بأن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الحالية في نطاق وزارة النقل خاصة تلك المتعلقة بشبكة الطرق والمحاور وكذلك مشروعات النقل الجماعي الخاصة بربط العاصمة الإدارية الجديدة بمدن وأحياء القاهرة الكبرى ومشروعات خطوط متر الأنفاق وقد وجه السيد الرئيس باستمرار جهود مشروعات الطرق والمحاور في أنحاء الجمهورية وكذلك تحديث منظومة النقل بشكل شامل وتعزيز قدرات هذا القطاع المحوري بصورة نوعية باعتباره مكونا جوهريا للنهوض بالبنية التحتية التي تعد ركيزة أساسية لعمليات التنمية وأوضح المتحدث الرسمي أن السيدة وزير النقل أعرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارية بالوزارة خاصة خطط تحديث نظام التشغيل الخاصة بشبكة السكك الحديدية إلى جانب مستجدات العمل في تنفيذ خط القطار الكهربي الذي سيصل بين العاصمة الإدارية الجديدة وأحياء القاهرة وكذلك خط مونوريل العاصمة الإدارية لربطها بمدينة السادس من أكتوبر مرورا بمختلف أحياء وضواحي القاهرة بالإضافة إلى الموقف التنفيذي للمحطة المركزية لوسائل النقل العام بالعاصمة الإدارية الجديدة وأكذا تطورت العمل بالخط الثالث لمتر الأنفاق كما استعرض السيد وزير النقل الموقف التنفيذي لمشروعات إنشاء عدد من المحاور الرئيسية على امتداد مجرى النيل وكذلك شبكة الطرق والكبار الجديدة بمختلف المحافظات وفقا للبرامج الزمنية المحددة حيث وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بضرورة تضمين تلك المحاور كافة الخدمات والتجهيزات وأعلى مستويات الجودة والمعايير الفنية الدولية كما تطرق الاجتماع إلى تطورات مشروع رفع كفاءة الطريق الدائري المحيط بالقاهرة الكبرى بمراحله وقطاعاته المختلفة بما فيها تطوير بعض المناطق العشوائية أسفل وعلى جوانب الطريق فضلا عن مشروعات تطوير الطرق والمحاور بمنطقة جنوب الوادي والصعيد أكد شيخ الأزهر الشريف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب خلال كلمة تلفزيونية أن مظاهر التنمر والسخرية من مصاب فيروس كورونا أمر مرفوض شكلا وموضوعا مشيرا إلى أن الواقبة هو أن يدعو الإنسان لأخيه وأن يتضمن معهم تابعنا جميعا من تشر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من مظاهر التنمر والسخرية من مصاب فيروس كورونا المستجد وضحاياه وهو أمر خطير بل مرفوض شكلا وموضوعا فهذا الوباء قد ابتل الله به البشرية في مشارك الأرض ومغاربها وهذا ما يفرض علينا جميعا أن نتكاتف لمواجهته حتى يتم القضاء عليه بإذن الله تعالى وعليه فلا يصح ولا يجوز أبدا لا شرعا ولا مرؤة أن يسخر إنسان من إنسان آخر أصيب بهذا الوباء أو مات به أو يتنمر ضده بل الواجب هو أن يدعو الإنسان لأخيه الإنسان وأن يتضامن معه وأن لا يسخر منه بكلمة أو نظرة أو فعل أو قول يؤذي المصاب أو يؤذي أهله هذا وقد وصف فضيلة شيخ الأزهر التجمهر في وجه جنازة الميت ورفض دفنه في مقبرة بلده ومسقط رأسي بأنه انتهاك صريح وغير عدمي بحرمات الموتة دعينا الجميع إلى الالتزام الصارم بما تصدره الهيئات الصحية والجهات المختصة بشأن من يتوفون في ظروف الوباء ولقد أحزنني كثيرا كما أحزن جموع المصريين أن نرى بعض أبناء وطننا يرفضون استلام جثث ذويهم ممن ماتوا بهذا الوباء أو دفنهم في مقابرهم وهو أمر محرم شرعا ومجرم أخلاقا وإنسانية وكان على هؤلاء المسيئين أن يعلموا بل يتعلموا أن للموت مهابة وجلالا وله عظة عملية بالغة يجب أن يستحضرها كل إنسان حين يطرق سمعه حديث عن الموت أو كلما رأى جنازة ميت وأن يتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهب واقفا حين تمر به جنازة احتراما للميت وإجلالا لأول منزل من منازل الآخرة كما يجب أن يعلم هؤلاء أنهم صائرون لا محالة إلى نفس المصير وعلى المسلمين أن يتذكروا أن شريعة الإسلام تضالبهم بالإسراع في تجهيز الميت والتعجيل بدفنه أمر النائب العام بحبس 23 متهما 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالاشتراك في ارتكاب عمل إرهابي وهو منع دفن جثمان سيدة متوفاة في قرية شبرال بهو بالدقهلية وأوضح بيان للنائب العام أن المتهمين استخدموا القوة والعنف والتهديد والترويع بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر إذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض أمنهم وحقوقهم العامة والخاصة للخطر والإدرار بالسلام الاجتماعي ومنع وعرقلة السلطات العامة من ممارسة عملها ومقاومتها واشتراكهم في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض من ارتكاب جريمة الإرهابية المذكورة أجرى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اتصالا تليفونيا مع دكتور محمد هنداوي زوج الطبيب الراحلة سونيا عارف قدم خلاله واجب العزاء والاعتذار بنيابة عن جموع المصريين عما صدر من تصرفات مشينة من بعض أهالي قرية شبرى البهو مؤكدا أن من أخطأ سيحاسب بالقانونة وشدد الرئيس الوزراء على أن تلك التصرفات صدرت ممن لا يعبرون سوى عن أنفسهم بينما جموع المصريين يقدرون جهود الأطقم الطبية وتضحياتهم أعلنت وزارة الصحة عن خروج 21 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل جميعهم مصريين ليرتفع إجمالية المتعافين من الفيروس إلى 447 حالة وأوضح خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج وتحليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية ارتفع ليصبح 589 حالة وأضاف أنه تم تسجيل 126 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها معمليا للفيروس لفتا إلى وفاة 13 حالة ونوها مجاهد إلى أن إجمالية العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 2065 حالة و159 حالة وفاة سجلت الولايات المتحدة 1514 حالة وفاة جديدة بسبب جائحة فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية وبحسب حصيلة جامعة جونس هوبكنز وبحسب إحصائيات الجامعة فقد ارتفع العدد الكلي إلى أكثر من 22 ألفا وهو العدد الأكبر في أي بلد كما تتصدر الولايات المتحدة العالم إلى حد بعيد في عدد الإصابات المؤكدة مع تسجيل أكثر من 555 ألف إصابة وذلك بحسب جونس هوبكنز قال حاكم نيويورك أندري كومو أن هناك بعض علامات الأمل في انخفاض معدل الإصابة بفيروس كورونا فيما أشار إلى أن الولاية ما زالت تسجل معدلات وفاة يومية كبيرة حيث سجلت أمس 758 حالة وفاة وقال كومو في مؤتمر صحفي أن سلطات نيويورك تعمل على الحد من أثار فيروس كورونا وتقديم الدعم للعائلات المصابة وضف أن تأثيرات فيروس كورونا المستجد في نيويورك باتت تفوق مأساة هجمات 11 من سبتمبر تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باحتواء الأزمة الحالية والسيطرة على فيروس كورونا في الولايات المتحدة وفي رسالة إلى المواطنين بمناسبة عيد الفصحة أشهد ترامب بجهود الكوادر الطبية والمتطوعين الذين يساهمون بوقتهم ومواردهم في المعارقة ضد الفيروس هذا وصنف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وللمرة الأولى في تاريخ بلاده 50 ولاية تحت حالة الكوارث وتقول الولايات المتحدة أنها تجري تقييما إلى 19 عقارا لفيروس كورونا يواصل فيروس كورونا المستجد تمدده حول العالم حاصدا أرواح الآلاف من الأشخاص لتسجل الولايات المتحدة على حصيلة وفيات في العالم متخطية النسبة التي تم تسجيلها في إيطاليا ومع زيادة الوفيات والمصابين صنف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وللمرة الأولى في تاريخ بلاده 50 ولاية تحت حالة الكوارث مؤلنا مواصلة التواصل مع حكام الولايات للمحافظة على صحة المواطنين الأمريكيين يأتي ذلك وسط تحذيرات لخبراء الصحة العامة من أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة قد يرتفع إلى 200 ألف خلال فصل الصيف إذا تم رفع أوامر البقاء في المنزل وتخفيف القيود ويواجه ترامب أيضا تحذيرات من أن إعادة فتح مبكرة للاقتصاد قد تعرض حياة المواطنين للخطر وتعد ولاية نيويورك الأمريكية أكبر بؤر الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إذ تتركز بها نصف أعداد الإصابات والوفيات بذلك الفيروس الأمر الذي دفع السلطات لمواصلة غلق المدارس العمومية في المدينة حتى نهاية العام الدراسي لحماية الملايين من الطلاب وتقول الولايات المتحدة إنها تجري تقييم 19 عقارا لفيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى 26 أخرى على طريق التجربة السريرية في محاولة للسيطرة على ذلك الفيروس الذي يصعب من معركة ترامب لإعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية في نوفمبر المقبل أعلنت هيئة الصحة الكندية تخطي إجمالية الحالات المسجلة لفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 24 ألف وثلاثمائة وحالة واحدة وذلك عقب تسجيل تسعمائة وأربع وثمانين حالة جديدة فضلا عن وفاة ستين حالة جديدة لتصل إجمالية الوفيات إلى 713 حالة أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل أربعمائة واثنتين وأربعين حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وبهذه الحصيلة وصل إجمالية حالة الإصابة في المكسيك إلى 4600 وإحدى وستين حالة ومائتين وستين وتسعين حالة وفاة أعلنت الصين عن 108 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا هو ما يمثل أكبر عدد من الإصابات اليومية منذ أكثر من 5 أسبوع قالت اللجنة الوطنية للصحة في بيان إن 98 حالة من التي تم تسجيلها هم وافدون من الخارج كما تم تسجيل عشرة إصابات محلية وبذلك يبلغ إجمالية عدد الحالات المصابة في الصين 82 ألفا ومائة وستين بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 3341 بعد تسجيل حالتي وفاة وفي كوريا الجنوبية وصل إجمالية عدد الحالات المصابة والمؤكدة بفيروس كورونا إلى 10 537 حالة بعد تسجيل 25 حالة جديدة وأعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية أن من بين حالات الإصابة الجديدة بلغ عدد الحالات القادمة من الخارج 16 حالة فيما جاءت 9 حالات من انتقال العدوى داخليا وأضافت أن عدد الوفيات توصل إلى 217 حالة بزيادة 3 حالات وفاة عن اليوم السابق أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 123.016 حالة بعد تسجيل 2537 إصابة جديدة كما وثق المعهد وفاة 126 حالة جديدة ليرتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 2799 حالة ويمثل معدل الإصابات الأخير تراجعا بعد أربعة أيام من تزايد الأعداد أعلنت إيطاليا عن تراجع كبير للحصيلة اليومية لوفيات فيروس كورونا بتسجيل 431 وفاة جديدة خلال يوم واحد في أقل معدل يومي منذ ثلاثة أسابيع ليرتفع إجمالية الوفيات إلى 19.899 حالة وفاة هذا وسجلت إيطاليا أيضا أربعة ألاف واثنتين وتسعين إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالية الإصابات إلى 156.363 إصابة أعلنت السلطات الصحية الفرنسية عن تسجيل 561 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالية الوفيات إلى 14.393 حالة كما سجلت فرنسا 1703 إصابات جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالية للإصابات إلى 95.403 حالات توجه رئيس الوزراء البريطاني بويش جونسون بالشكر لكل الأطقم الطبية وعبر جونسون في فيديو عبر تويتر بعد خروجه من المستشفى في لندن عن امتنانه لهيئة الصحة الوطنية لمساهمتها في علاجه وأشكر جونسون كل البريطانيين على تباع إرشادات التباعد وقال جونسون إن هناك تقدما في المعركة ضد فيروس كورونا هذا ومن المقرر أن يقضي جونسون فترة النقاها في المقر الصيفي لرئيس الحكومة البريطانية سجلت بريطانيا 737 وفاة بكورونا ما يرفع إجمالية الوفيات إلى 10612 حالة وشهدت الساعة الأخيرة في المملكة المتحدة أيضا تسجيل 5288 إصابة جديدة بإجمالية يتخطى 84 ألف إصابة قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن هيئة الصحة لا تزال قادرة على مواجهة جائحة فيروس كورونا ولديها الآن 2295 من أسرة الرعاية الفائقة اختبارات الفحص أيضا هامة وكما تحدثنا أنا سعيد أن أقول أنه 42812 موظف وعائلته تم اختباري ونحن نزيد من قدرتنا على الاقتبار علينا أن نتأكد من أننا نستطيع أن نتتبع المخالطة قدر الإمكان أريد أن أتحدث يوم الخطوة الجديدة الخاصة بتطبيق إلكتروني لتتبع المخالطة يمكن من خلال هذا التطبيق الذي سيرسل إختار في حالة قيامكم بمخالطة مريض حتى إذا لم يكن لديكم أهراض وبالتالي هذا النظام سيتابع الحالة سجلت تركيا 4789 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالية الإصابات إلى 56956 حالة وقالت الهيئة التركية إن إجمالية الوفيات بفيروس كورونا ارتفع أيضا إلى 1198 بعد تسجيل 97 وفاة جديدة رفض أردغان قبول استقالة وزير الداخلية سليمان سويلو التي تقدم بها إثر اتهمات بفشل التدابير التي اتخذتها الوزارة لاستيطرة على فيروس كورونا المستجد في غدون ذلك انتقد رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض الاستقالة التي تقدم بها سويلو وقال إنها جاءت لإنقاذ أردغان كان سويلو قد تعرض لانتقادات على إدارته لأزمة فيروس كورونا حيث اعترف بمسؤوليته عن الفوضى والتي أعقبت قرار الحضر المفاجئ من جاهته أعرب محرم إنجي القيادية في حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض عن استنكاره لرفض أردغان الاستقالة التي تقدم بها وزير الداخلية سليمان سويلو معتبرا الاستقالة ورفضها مصرحية من القصر الحاكم جاء ذلك في تغريدة نشرها إنجي المرشح الرياسي السابق مشيرا إلى نصويلو وأكد قبل تفعيل قرارات الحضر أنه قرارا رياسيا عندما تدفق المواطنون إلى الشوارع تراجع وقال إن المسئولية تقع على عاطقه مؤكدا أن كل هذه الأحداث أبارعا مسرحية وعقب استقالة وزير الداخلية التركي سليمان سويلو أعلنت وزارة الداخلية هناك اتخاذ الإجراءات القضائية والإدارية ضد 24 ألف و88 شخصا لم يلتزموا بحضر التنقل وأتعرض قرار حضرة نقل في 31 محافظة تركية بانتقاضات واسعة في الوقت إذ هرع فيه الناس إلى المحلات التجارية والتي لا تزال تعمل لتسوق في اللحظات الأخيرة ارتفع عدد الإصابات في المغرب بفيروس كورونا إلى 1661 حالة بعد تسجيل 116 إصابة جديدة يأتي هذا فيما شرعت السلطات المغربية في تحديد الفئات المتضررة من تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية والاجتماعية بهدف إدراجها ضمن برنامج دعم مالي شهري غير مسبوك أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالية الإصابات إلى 4462 حالة مشيرا إلى شفاء 41 حالة من فيروس كورونا ليصل إجمالية حالة الشفاء إلى 761 حالة وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية إن هناك سبع حالات وفاء ليرتفع عدد الوفايات إلى 59 منوها إلى وجود أكثر من أربعين ألف شخص في الحجر والعزل المنزلي أكد المتحدث باسم قائد الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماريان قوات الجيش رصدت وصول 1500 إرهابي إلى ترابلوس قادمين من تركيا وأضاف المسماري خلال مؤتمر صحفي ببانغازي أن مطارات تركيا مازالت تضق المرتزقة إلى مطارات مصراطة وترابلوس يوميا تنطلق حافلات تنقل مرتزقة إرهابيين من منطقة اسمها البيت الآمن قرب الحدود التركية السورية ودخلوا من حوار كلس هذا المنفذ أو المعبر على الحدود السورية التركية وهو تابع للمخابرات التركية ومنها إلى غازي عنتاب في غازي عنتاب الساعة 31 دقيقة واحد ونصف الضابط الحافلات تصل إلى مطار غازي عنتاب ويتم اركاب طائرة عسكرية طائرة عسكرية تركية تم تركيب أو سماح بركوب كل الحافلات الـ 150 تم على طائرة A400M-180 هذه الطائرة ساعة 2 غادرت مطار غازي عنتاب باتجاه اسطنبول في اسطنبول الساعة 23 دقيقة بالضبط الطائرة التركية تصل إلى مطار اسطنبول يتم نقل مرتزقة السوريين منها إلى الطائرة الليبية الأيرباس التابعة للخطوط الليبية وهي مفروض تنقل جرحانة تنقل الليبيين العالقين في الخارج مفروض تخدم كل الليبيين فبدا تأتي بميليشيات وأرهابيين ومقاتلين أرهابيين متعددين جنسيات وفي العراق بحث رئيس الوزراء العراقي المكلف السيد القادمين مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جهود مواجهة جائحة كورونا هذا كما بحث الجانبان تطورات تشكيل الحكومة العراقية استمرار التعاون والتنصيق بين العراق والأمم المتحدة للعمل على تلبية احتياجات المواطنين العراقيين والاستجابة لتطلعاتهم المشروعة اقتصادياً رحب العهل السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيسان الأمريكي دونالد ترامب وروسي بلاديمير بوتين بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في ضوء اجتماع مجموعة أوبك بلس وقالت وكالة الأنباء السعودية أن زعماء الثلاثة أجروا اتصالات هاتفية مشتركة حيث أعربوا عن آمالهم في أن يؤدي الاتفاق إلى تحقيق استقرار أسواق البترول العالمية كما تم التأكيد خلال الاتصال على ضرورة مواصلة دول المنتجة القيام بمسؤولياتها والالتزام بها في سبيل استقرار الأسواق البترولية ولدعم الاقتصاد أشهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتفاقي كبار منتج النفط في العالم على خفض انتاج الخام قائلا إنه سيصون الوظائف في قطاع طاقة بالولايات المتحدة قال ترامب إنه توجه بالشكر إلى العاهل السعودي والرئيس الروسي بلاديمير بوتين على جهودهما لإبرامي الاتفاق وينص الاتفاق على خفض الانتاج بما يقارب عشرة ملايين برميل من النفط يوميا من أعضاء أوبيك بلاس اعتبارا من الأول من مايو 2020 يسود في القاهرة الكبرى تقس معتدل نهارا شديد البرود ليلاً وفي الوجه البحري وسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء يسود تقس لطيف نهارا شديد البرود ليلاً وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ختام نشرة سابعة وهذه تذكرة بأهم عنوينها الرئيس سيسي يوجه باستمرار جهود مشروعات الطرق والمحاور في أنحاء الجمهورية الولايات المتحدة تسجل ألف وخمسمائة وأربعة عشرة وفاق جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة ارتفاع حالات الإصابة الجديدة بكورونا في الصين لأعلى مستوى منذ نحو 6 أسابيع وفي الختام لمزيد من الأخبار تابعوا دائما موقعنا الإخباري extranews.tv شكرا لكم